في 2014 اوكسفورد نانو بورد تكنولوجيز اطلقت اول كوميرشل سيكونسر بيعتمد على النانو بورد تكنولوجي ايه هي النانو بورد سيكونسنج التكنولوجي ده اللي هنتكلم عليه النهاردة انا احمد عبد الروف ودي الزتونة النانو بور هي فتحة صغيرة جدا بتتقاس بالنانوميتر ممكن تكون ثلاث حاجات بيولوجيكل سولد ستيت هايبريد البيولوجيكل نانو بورد بتتكون عن طريق بور فورمينج بورتين في ممبرين زي الليبت بايليير الصولد ستيت نانو بورد تكون في ممبرينز سل kasih silicon nitride و 했는데 الهايبريد نانو بورد تجمع بنخواص البيولوجيكل و صولد ستيت نانو بورد بحيث انه بتتكون عن طريق بور فورمينج بورتين في ممبرينز سبحها النانو بورد سينسينج بيتم عن طريق انه احنا منعمل uncertainty لذي ده في shipped resistant membrane وبينطبق retention على الممبرين بيقده لوجود current بي مور خلال الفاتحة دي التارجت انلايق بتعامل لما بيمر بالأرب من النانو بور او بيمر من كلالها بيعمل disruption للقارنت اللي بيمر من كلالها لما بنعمل الاناليسيز للده بنقدر نعمل identification للمليكولي اللي عده بالأرب او من خلال النانو بور اوكسفورد نانو بور اطلاقت اول commercial sequencer بيعتمد على التكنولوجي دي هو زمينيون زمينيون نانو بور sequencer بيمكن المستخدمين انهم بحصلوا على ultra long DNA or RNA reads in real time وده طبعا بيقاللي في الوقت والمجهود والكوست بجانب انه هو هايلي اكيرت ومفهوش بايس وبكده بيكون زمينيون هو طفرة كبيرة جدا مقارنة بالتقنيات اللي كانت قبله اللي كانت بتاخد مجهود كبير جدا ووقت طويل وتكلفة عالية بجانب انه هي عندها هاييرو ريت وهايلي بايس زمينيون بيشتغل انه احنا بيكون عندنا اليكتر كرانت بيمر من خلال نانو بور حصل لها امبننج في اليكتر رزيستانت من برين لما الـ DNA والـ RNA سترانيس بتمر من خلال نانو بور بيحصل ديسترابشن للكارنت اللي بيمر من خلالها والدسترابشن ده بيكون كاركتوريستيك جدا لكل بايس بالتالي لما بنعمل اناليسيس للدسترابشن ده بنقدر نتعرف عالسيقونس او بايس زمينيون ايديال فرميني افليكيشن فرم مايكو بايولوجي ميتا جينوميكس ارنيا و دي انا اناليسيس او تولي جينوم سيقونسي كمان الجهاز بري سيمبل ممكن تواصله باللابتوب بتاعك تشتغل به في المعمل او في الفيل هسيبلكم في الديسكريبشن مواقع اوكسفورد نانو بورد تكنولوجيز تقدر تتعرفه منه على انواع الاجهزة المتاحة والتيكنيكال ديتيلز بتاعتها اخيرا لو اجبك الفيديو ده بلس تشتعمل لايك وشير وسبسكريب على اليوتيوب ولو عندك اي استفسار تقدر تكتبه في الكومنتس وهنرض عليك استنوني في الزاتونة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته